النهاردة بنتكلم عن الصداقة الصداقة بالمفهوم الشامل والواسع الصداقة اللي بتبدأ وانت صغير سواء في العيلة في الأسرة وبعدين بتتطور معاك في المدرسة وفي سنوات التعليم توصل للجامعة وبعد كده في المجال العملي أصدقاء العمل والزملاء كل هذه الأمور والروابط الاجتماعية المختلفة وكيفية التعامل بالشكل السليم وإيه هي الصداقات اللي بتدوم وعلى أي أساس بتدوم وإزاي نقدر أن احنا نقدم لبعض المساعدة من غير ما يكون فيه بنا مصالح زي ما بيقولوا صداقة قيمة مهمة جدا في حياتنا دايما بيقولوا أصدقاء الطفولة والمدرسة عمرك ما تعوضهم في حياتك يعني دايما نحتفظ بالأصدقاء اللي عاشت معاهم مراحل الدراسة المبكرة ومراحل الطفولة هل الأصدقاء في حياة الإنسان مراحل يعني أنا عندي صديق أيام المدرسة صديق في العمل وبتمر الأيام وما عرفش أحافظ أو أبقي على هذه الصداقة كتير مننا بيفقد صداقاته الأولى ما بيعرفش ينميها أو يحافظ عليها أسئلة كتيرة جدا هتكلم عن الصداقة في حياتنا وإزاي نحافظ على أصدقائنا والقيمة كمان قيمة المهمة لقيمة الصداقة مع الدكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية لمنورانا ومشرفانا في صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك معانا منورانا صباح الخير قبل من نتكلم كده بقى زي ما هي بقالت أصدقاء الطفولة والمدرسة والعمل والأصدقاء في حياتنا عموما أهميت الصداقة في حياتنا نفسيا لما أرتاح لصديق في أي مرحلة من المراحل ده بينعكس على نفسيت إزاي أولا الصداقة بمفهومها العام هي علاقة بين اتنين قائمة على يعني هي لها أساس أساس التفاهم أساس الثقة أساس الاحترام ولو هلحط بقى بين القصين صداقة الطفولة دي قصة يعني لها قيمة كبيرة لأن على مر السنين لما بيكون عندنا صديق من وإحنا صغيرين صغيرين يعني البراء يعني الحقيقة فهي فعليا بتكون صداقة حقيقية مش مصلحة لا أنا مش عايز حاجة منك لا أنا عايزك بس صديق وبيبقى عمقها سنين يعني حضرتك مثلا شوف دلوقتي الواحد يبقى عمره كم سنة ويبقى عنده صديق من أيام ابتدائي صحيح وخارج معاه كل السنين دي كلها في المدرسة ولما يكون في نفس المنطقة ولما يكون في نفس النادي ففي علاقة عميقة بنت سنين فدي حاجة قيمة كبيرة قيمة كبيرة وبعدين بتحسي اللحظات كده أن في حاجات كتير قوي متشالة مش محتاجة تحكيها لأنهم بيبقوا عاشوها معاك فبالتالي نفس الصور وبتشوفي نفسك بنفس السن ومنفس يمكن لبس المدرسة اللي كنت بي وفي نفس القاعدة ففي اختصار كده المسافات هي عارفة هقولك على حاجة صداقة الطفولة دي جمالها في ايه أحيانا أنت الحياة تبدك والحياة تخد صحبتك دي مثلا وبعدين تيجو وفجأة أنت حاسة أنت مضغوطة تعبانة ترفعي سماعة أكيد أنك كنت لسه قاعدة معها مبارح صحيح يعني في حواجز كتيرة مش موجودة ديبة بينكم وبيكونوا دعم وبيكونوا سند لأنك ممكن تحصل موقف ما في حياتك أول حد هيجي على بالك عشرة الطفولة حتى لو كنا متقابلناش بقنا سنين طويلة نظبوط حتى لو متقابلناش سنين طويلة حتى لو قعدنا متكلمناش شهور سنة هترفع السماعة على طول في حواجز مش موجودة بجداب يقلل شوية من الصداقة لأنه أنا دائماً بسمع الحكاية دي ممكن أبعد عن صديقة الطفولة سنين طويلة جداً وأكلمه وأعود معه وارتح له كل حاجة بس مش مهم برضو أن أنا أحافظ على صديقة الطفولة أسأل عليه البعد فترة زمنية طويلة بجداب بيقلل من من قيمة أو رصيد الصداقة صداقة الطفولة بالذات هي صداقة عامة زي الدهب الدهب لما بتشيله قمته بتزيد إنما الفكرة أن أنت الاستمرارية بتاعت كل يوم لا دي صداقة خاصة يعني يعني الناس دي طلعت من أيام برقتك هم هتلاقيهم في المنطقة الآمنة عندك غير الصداقات اللي بتبقى محتاجة شغل والصداقات اللي بتبقى محتاجة كل يوم تسألوا استمرارية لا الصداقة الطفولة بالذات هي حاجة خاصة رصيد الحياة مزبوط فهي قيمة بتزداد مع الزمن وطبيعي إن إحنا منسأل على بعض بس أحيانا كثيرة الحياة بتاخد الإنسان لا هو كمان فيه حاجة بتاخدنا مهمة قوي وسائل التواصل الاجتماعي ما بتخليش الشكل المقابلة التقليدية صحيح نحنا كنا نقابل بعض أو نرفع سمعت التليفون نتكلم بقت رسالة أو مناسبة بترضي عليها برضو برسالة أو إن إحنا بننشغل بوسائل التواصل الاجتماعي وما بنكلمش أصدقاء بنتبع حاجات تانية كتير قوي بتاخد وقتك وتشغلك دي حقيقة بس مع الحياة مهما كانت صدقيني وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا كتير جدا هي مش تواصل الحياة تباعد اجتماعي تباعد اجتماعي أنا بشوف كده الحقيقة لا بتبقي محتاجة تعودي مع أصحاب الطفولة وأصدقاء الطفولة والأحد دي على فكرة نفسيا حقيقي بجد نفسيا بتبسطك في إيه أنت لما بتقدي تعودي وتفتكري ذكرياتك وأنت صغيرة وحد مشاركك فيها صحيح مش كتير كده ما بتحصلش كتير حد مشاركك فيها مغامراتكو القصص اللي بينكو الأحداث حتى السيئة والحلوة والمواقف اللي كانت شديدة عدت عليكو والسندة اللي سندنتوها البعض وإنتو صغيرين حتى لما إزاي ده بيخرجك من ضغوط الحياة يعني بيعملك كده تنفيس أيها بالضبط هي بتعمل فعلا فعلا بتعمل تنفيس وتنفيس طبيعي وحقيقي لأنك أنت بتحودي مرحراحة من غير أقنعة أحدها ما سايبها إيدك زي ما حالك قلت البراء هي فيها البراءة هي الحقيقة صداقة المجلاسة والطفولة طب نروح لأصدقاء العمل آه إيه الأخبار في أصدقاء العمل أنا الحقيقة ما بشوفش إن في العمل يوجد أصدقاء زمالة زمالة ما فيش أصدقاء لأن العمل لوائح قوانين تعليمات وفيه شوية من التنافس فالموضوع في العمل كصداقة حقيقية بنتكلم عنها لا هي بتبقى صعبة شوي العمل زمائل زمالة حتى لو العمل استمر فترة طويلة الزمالة دي ما تتحولش إلى صداقة بالمعنى الحقيقي لها آه ما بشوفهاش كده لا ما بشوفهاش كده أنا وهي بعمرانة ما اللي بقى أصدقاء خاصة بقى زمالة بس زمالة طب إزاي أنا عايزة أقول لها أنا عايزة أخطة رفاية ما بين صداقة وزمالة إزاي يعمل الحدود آيو أنا لسه كنت عايزة أقول لحضرتك في زمالة العمل لازم يكون في حدود ضروري يكون في حدود الحدود ما نقدرش نتعدها يعني حقيقي فعلا زمالة العمل بالذات أنا ما بشوفش العمل فيه صداقات لأن الصداقات فيه مجهود علاقة الصداقة علاقة فيها مجهود على فكرة الترفين آه يعني الاتنين لازم يبنوا فيها فزمالة العمل لا هي كتنين زملة فيه حدود حدود يعني إيه يعني الأبواب الشخصية ما بتتفتحش يعني الأبواب الشخصية مش بتتفتح في العمل ولا يجوز فتحها في العمل علشان نجاح العمل صحيح؟ ده حقيقي عشان نجاح العمل وعشان نجاح الفرد مهنيا يعني عشان تنجاحي مهنيا في شغلك لا ما تفتحيش باب العلاقات الشخصية أو الباب الشخصي بتاعك الباب ده ده أسلم ده أسلم مقفول آه ومن هنا بنقدر نحط الحدود في الشغل في العلاقات للزمائل للشغل زمائل شغل في حدود بينه بتيجي من هنا طب متغيرات الحياة إقاع الحياة السريع اللي بيخليني أكتفي بس إن أنا أبعط رسالة على الفيسبوك أو غيره لأصدقاء مفروض بيننا عشرة طويلة إزاي أتغلب على ده؟ وإن فعلا ما فيه تواصل حقيقي مبيني مبين تحوشة العمر زي ما بيقول أو رصيد الحياة اللي هم أصدقاء الطفولة ما أصدقاء الطفولة برضو هو إحنا مش بلساهم سنين يعني ضروري يكون فيه فيه أعدة الأعدة دي على فكرة بتبقى حلوة لكم نفسيا بتبقى حلوة بتفكوا فيها أيها فيه ناس بتبقى حريصة على التجميع دي يقدروا ينجحوا ويلقوا بعض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يجيوا بعض التجميع دي بقى ميزة من المميزات حتى حطت صورة للمدرسة تخرج في المدرسة أيوة بعد سنين طويلة قوي وتجي تقودي وتنادي أولادك وتقول لهم طلعوني من الصورة دي وأنا فين زكريات فطيفة جدا جدا وفيه تجميعات على فكرة بعد سنين طويلة لضفعات المدارس وبيتجمعوا هم كبار ولا بتبقى فعلا نفسيا كمان بتبقى جميلة جدا حلو طيب إحنا عايزين نعرف الأثر النفسي بشكل عام على العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على النفس البشرية إزاي طول الوقت تقدري تعيشي بصحة نفسية سليمة تقدري تدي في المجال العملي بتاعك والمجال الخاص كمان حتى على مستوى حياتك الشخصية إنك بتبقي العلاقات عمتا بتبقى محتاجة أن أنت تحط لها حدود صحيح وضروري يكون عندك حصانة نفسية في العلاقات الاجتماعية حصانة نفسية بمعنى إيه طبعا يعني إحنا منتغير وإحنا منتغير فمع تغييراتك أو مع مفاهيمك الجديدة بتبقي أكثر انتقائية للمنطقة الآمنة اللي عندك هتدخلي فيها مين كل ما بنكبر في العمر بس أصدقاء الطفولة هم موجودين أصلا في المنطقة الآمنة من وإنت صغير بيكبروا معاك ودي القيمة الحقيقية لأن هما العلاقة اللي مبنية على علاقة يعني لما نقول صداقة حقيقية هي صداقات الطفولة اللي بتستمر على مدى السنة إزاي بتحصاني نفسك من المواقف اللي ممكن تواجهك يعني كنت فاكرة إن شخصية كويسة قوي حصل موقف كذا اتصدمت إزاي أقدر إن أنا أتقبل الموقف وأتعامل فيما بعد على حسب المسافة اللي حضرتك حطاها بينك وبين الطرف الآخر على حسب بس الساعات بتدخذلي في ثقة زيدة في حاجة تخياتي هو العشم ده بقى هو العشم وعشان كده أنا بقول لحضرتك المسافة بتخليني أشوفك إحنا وإحنا سيئين العربية في مسافة أمان ليه لو اللي قدامي صح كده صح أهو زي ما حضرتك لسه أيلة دلوقتي لو اللي قدامي فجأة خزلني أنا في مسافة أمان هعرف هاخد تمام ومش هغبط فهي مسافة الأمان مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية طيب دكتور لو اتكسرت مسافة الأمان دي ومعرفتش أعمل لها ضبط صحيح يعني آه في ناس بيتعقدوا من الصدق يقول لك أنا مش حلاقي مش حصل في حد تاني في المسألة القديمة يقول لك الخل الوافي أنا صعب جدا أنا لقي صديق وفي وحقيقي واتمرت بتجربة معينة تعشمت في حد حد خزني هنا الناس دي نفسيا بتتعامل إزاي في المجتمع لما يشعر بالخذلان مرة ويشعر إنه ما فيش صداقة حقيقية ممكن يعمل عمتا الناس اللي بتكرار الخذلان في حياتها بتأدي لمشاعر خوف وده بيبقى أمر طبيعي شديدة أوقات شديدة وأوقات بياخد حضره من اللي قدام وبتعلم التجربة ما هو فكرة إحنا طول الوقت في ناس بتتعلمش لا في ناس فعلا ما بتتعلمش وفي ناس بتقفل الباب خالص وفي ناس تقول لي خلص أنا مش هعملها تاني ومش هجرب تاني الناس دي أنا بقول لها لأ أعمليها تاني بس خلي بالك وخدي بالك من مسافة الأمان هقول لحضرتك على حاجة الناس وهي قريبة قوي 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 أنت مش بتشوفي التفاصيل فلما بيعملوا أي فعل بتتفاجئ بي فمسافة الأمان هتشوفي التفاصيل فهتبقي عاملة استعدادك لأي حاجة ممكن تحصل عادي هتتقبليها عادي إحنا كلنا بشر وما فيش فينا حد كامل يعني لو النظرة دي هتفضل دايما في علاقتك مع الناس أنا عايزة أقول لحضرتك أساس العلاقات الطبعية فيها هات وخد اتفقنا فهقول لحضرتك على حاجة صغيرة ومهمة قوي في المنطقة دي فيه ناس بتحب تدي بس طيب ما عنديش مشكلة معهم ادي تمام بس وحضرتك بتدي لازم تدي فرصة للي قدامك أنه هو يديلك لأن من كتر ما انت بتدي أحيانا كثيرة اللي قدامك يحس بالعجز صحيح أنه مش قادر يديلك انت بتدي أكتر بالعجز لكن مش باللي اعتياد لأ يحس بالعجز ومن هنا أحيانا لما يكون اللي قدامك هش نفسيا أو فيه مشكلة ما مش متشافة بيقلب معه بعدوان ومن هنا بقى نشوف مشاكل الغيرة اللي بين الأصحاب والتنافس اللي بين الأصحاب وتشوه الصور اللي بين الأصحاب وطيب أنت مش فهمة أنت عملت إيه أنت كنت بتدي بس أي بس فهي بتجي من هنا احنا بنشكر حضرتك على الصورة الجميلة لليزيهانا النهاردة للحال النفسية كده والعلاقات الاجتماعية مفهول تكون إزاي دكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية صباح الخير ويومك سعيد يا رب